الدكتور أحمد أبو الوفا طبيب نفسي السابق للنادي الأهلي في الفاصل الأهلي حاجة حقيقة جداً هنسمع مع بعض دلوقتي إنه زي كان بيستخدم التكنولوجي مع فريق النادي الأهلي ومع العيبي ألا أنا عايز أتكلم عن استخدام التكنولوجيا في المطلق في المطلق عمتها يعني هي مش حاجة من الأسرار قولي في المطلق إزاي وأكيد أنت بتستخدمها يعني طيب أنا خب بالك في موضوع الأسرار ده ما أنا فاهم إنه معي طبيب نفسي السابق للنادي الأهلي مش هقولك مثلاً هو كهرباء كان متضايق من إيه وواخري عامل مش هلفيه وقفش من دايق بإيه لكن ما بنتكلم كمثال في النادي الأهلي وشغلك في النادي الأهلي فاته هتقولي الحاجات العلمية عايزين ناخد الحاجات شوية ليدنج شوية يعني نبقى طلعيين شوية زيادة وهكذا حاجة من الحاجات اللطيفة اللي عملتها الفترة اللي فاتت عشان أنا أتعلم العلماء اللي بجد بجد الناس اللي بتشغل في بلق شغلنا دي بيرضوا على الإيميلاد بتاعته لما ببعت لهم إيميل في حاجة أنا عايزة عملها ومش عارف عملها ازاي يقولي طب تعالي على زوم ميتينج نوص ساعة نتكلم فنتكلمت عناس كتيرة مهمة قوي في شغلنا دي الفترة اللي فاتت وبقينا الحمد لله عارفين هو إيه اللي بيحصل دلوقتي في العالم وهكذا ابتدى فترة إن في موضة كانت موضة دماء خفيف وحتى كنت تبقى بتشوفها كتير على ريلز في إنستجرام إنه يبقى في حيطة لو نواري تقدر أن تحاول تشوت الكرة هناك لو نواري تحمر متشوتش الكرة هنا شوتها الناحية التانية وهكذا أو الف وبعدين يعمل حاجات وتباني إنها في صورة جيم كبير الكلام ده ابتدى يبقى فيه فلوس كتير قوي بتتصرف هناك وهكذا لدرجة إنه أحد الأنداف ألمانيا يعني باري ليفوركوزن لو أنا فاكر صح عمل يونت كاملة كبيرة جدا فيها الكلام ده وبتدى يشتغل معها اللعيبة وبعدين ابتدى يعمله ريسورش فلقوا إن الكلام ده بتنقلش الملعب اللعيب تركيزه بتحسن في الجيم لكنه ما بينزلش الملعب ما بتحركش الملعب يبقى تركيزه بتحسن جوه الجيم وبره لا فابتدى يبقى طيبا عايز اللعيب يركز في الملعب أما لما بعمله تدريبات بره وإحنا قاعدين على ترابيزه على أبليكيشن على موبايل الجيمز اللي شبه السكرينز اللي انت بتشغطها أو بتاعه حاجات شبه كده هو بيتحسن هنا لكنه ما بيتحسنش في الملعب فابتدى يبقى التكنولوجي بتاعت الـ virtual reality أو الـ virtual reality الـ VR النظرات الـ VR طبعا يمكن وهكذا بتدت تبقى جزء مهم جدا من التدريبات اللي بيسموها off-field exercises اللي هو بره الملعب لأنه بيحطك بالزبط في نفس الـ environment بتاعت الملعب وبعدين يبتدى يبقى فيها حاجات كتيرة خالص ليها علاقة بالتدريبات الزهنية للحاجات اللي يعلاقوا بالملعب مثلا من النظرات الـ VR ممكن تقسلك ضربات قلبك لو انت لابس ساعة smartwatch مع نفس الـ application في مواقف مختلفة من الملعب عامل ازاي فانت خلي بالك انت هنا بتسترس اكتر من اماكن تانية فدي حاجة الحاجة التانية انه بتقيس صحة القرارات جيم صغير انت كأنك جوه ملعب كورة وبتتحرك 360 درجة ولما كورة تجيلك هتباصي أو هتشوت بس كده وبعدين يقول لك صحة القرارات يعني الـ application اللي كنا نستخدمه دواخد ألف سيناريو متاخد من الـ Champions League وبعدين يعرضو لك بسرعة 90% عملتك كويس يعرضو لك بسرعة 100% من الحقيقة عملتك كويس يعرضو لك بسرعة 100% من الحقيقة ويقس لك عدد مرات ليقس لك عدد مرات انت حركت راسك قد ايه فشوفت ايه من الملعب فيتعلم منك حاجة اسمها information processing انت استفدت ايه من المعلومات اللي عينك شافتها هو انت بتحرك راسك وخلاص بتشوف حاجة بجد يعني موخج بيستقبلها بجد ممتاز وبعدين مثلا فده حاجة حاجة مهمة تقناية مهمة اوي 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 مهمة للرياضين وغير الرياضين اسمها neurofeedback neurofeedback ده اتفقنا ان احنا بنعمل رسم مخ كمي هذا الرسم المخ الكمي بعد كده بيتحلل ويتحط الى برنامج تدريبي مخصص للبني ادم ده ببساطة neurofeedback انت بيبقى قدامك شاشة وعلى راسك بروبس بتاعت رسم المخ فلو انت مركز الحاجة اللي قدامك في الشاشة هتتحرك الفيديو يشتغل جيم تكسب تجيب سكورة اكتر فقط تركيزك يوقف فترجع تتدرب بنفسك لانه كلمة neurofeedback معناها ان انا عندي تغزية مرتجعة من الحاجة اللي قدامي فانا بدرب نفسي على تقليل التوتر او زيادة التركيز او حل بعض المشكلات اللي ليها علاقة بالنوم فدي حاجة من الحاجات التكنولوجي اللي ممكن نستخدمها وابليكيشن كتيرة خطر حاجة سألك سؤال مهم جلزي مننا المميز اول رائع محمد عبوهاب صديقه صديقه جميل اه محل رياضي الرائع حبيب لا ده جميل كنت عامل حلقة زمان في الراديو قبل نهاية القرن صحيح 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 وكنت عاملين فكرة حلوة هو الفريق اللي هيخسر جماهيره هتعمل ايه تان يوم او اللعيبة او الجماهير هتعمل ايه تان يوم صحيح دي فكرة مهمة جدا عشان في كتير ناس بتتأثر انا ليه ديتك المثل ده بتتأثر زيادة عن اللازم طبيعي منازع لما فرقتنا بتخسر بس بتتأثر زيادة عن اللازم ساعتها بتقولت ايه في الحلقة دي؟ كانت من الطف الحلقات انا بعمل حاجات في الراديو طول الوقت طبعا فكنت معهوبة بنامي الحاجة اسمها سايكورا اللي هو الجزء السايكولوجي جوه الكورا وبعدين كنا قبل مطش نهائي القرن ب 3 او 4 ايام والناس كلها عملت تكلم على الكورا والمكسب والفنيات والمدارب ده هيفكر ازاي ومدارب ده هيفكر ازاي الحقيقة احنا كان في بالنا هو جمهور الخسران هيعيش ازاي تاني يوم؟ طبعا هيعمل ايه تاني يوم؟ طبعا فابتدينا ندي نصايح بسيطة لفكرة انه ايه في الموبايلك؟ اطلب من الناس انها ما تكلمش معك في الكورا شاتت نفسك ما تتبعش اخبار ما تبصش على سوشال ميديا لمدة يوم او حاجة بعد الحاجات ما تعدي استخدم تمارين النفس اللي بتهدي البني قدمين عادي لو انا حاسنت مش عارك اكتر من اللازم بنستخدم التمارين ليه علاقة بدرجة حرارة الجسم زي ان انت تبقى تمسك تلجاية تشرب حاجة ساعة تعمل كمدات تغسل وشك حاجات صغيرة كده كل ما تحس انه مش عارك زيادة تجنب الخناقات الغير ضرورية يعني ما تخشش في خناقة ليه علاقة بالمطشة او الحاجات جوه الشغل وجوه صحابك وهكذا افتكر علاقتك الانسانية الاسسية علاقتك بولادك علاقتك بصحابك علاقتك بالناس اللي انت بتحبوهم عيلتك بتاع حاجات شوه كده كجزء من الحاجات اغرأ قسطهم يعني شويتين ثلاثة اتشتت باي نشاط زهني تاني اراية فيلم اتشتت باي نشاط زهني تاني اراية فيلم